أقيمت في مدينة الفلوجة نهاء بطولة المحبة والسلام لكرة القدم للفرق الشعبية بدعم من قبل لجنة الثقافة والإعلام واستحى النيابية بعد أن تبارت الفرق الشعبية في مدينة الفلوجة في بطولة المحبة والسلام أقيمت المباراة النهائية على ملعب النعيمية الخماسية بين فريقي النعيمية والشباب وانتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح اليوم نهائي بطولة المحبة والسلام في مدينة الفلوجة حيث كانت هذه المباراة بين فريق الشباب وفريق نعيمية وانتهت بفوز فريق الشباب ثلاثة اثنين كانت مباراة جدا قوية الخصم كان ند قوي فريق صعب استاهل الفوز بجدارة وإن شاء الله نعود في بطولات أخرى هذه البطولة الكروية تبنتها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة النيابية وعدت خطوة جيدة لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة فيما يرى القائمون على الرياضة بضرورة متابعة الفرق الشعبية وتقديم الدعم لهم حضرنا اليوم لتكريم الفريق الفائز حضرنا هو دعم لشبابنا بالإضافة إلى مهمتنا الرئيسية وهي الثقافة الثقافة والرياضة وأمور أخرى هي تعني شبابنا في كل العراق هذه المباراة التي جمعت فريقين شابين نتمنى من كافة الفرق الشعبية والأندي الرياضية التواصل في هكذا بطولات وإن شاء الله سنكون داعمين ضمن مشاريعنا المستقبلية في قضاء الفلوجة سنكون داعمين لهذه النشاطات سواء المباريات الكروية أو النشاطات الشبابية الاهتمام بالشباب الرياضي والكشف عن الطاقات الرياضية سيسهم وبشكل كبير في رفض المنتخبات الوطنية بالمواهب الرياضية في المستقبل لقناة العراقية الرياضية باسم الشمري الفلوجة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة